مرحبا أصدقائي واليوم رجعت لكم فيدو جديد وراحكي فيه عن موضوع البي اينس بالنسبة لطلابة اللغة التعلم اللغة الألمانية اللي مستواهم بي اينس وعندهم امتحان قريب فأنا اخترت هلأ موضوع من مواضيع البي اينس اللي دائما بتجي بالامتحانات والهو أنا أخدته من امتحان بي اينس انك تكتب موضوع عن دي قبورت اينس كندس مثلا شخص صاحبتك او صاحبك عنده جاء طفل جديد وبدك تهنيه بالطفل الجديد وهذا الموضوع دائما بيجي بالامتحانة البي اينس اغلب المواضيع اللي بتجي يعني فأنا أخدته من النص من الموضوع من الامتحان وراح اشرح هلأ خطوة بخطوة كيف تكتب موضوع البي اينس طبعا هو بيجيك النص عشكل هذا ايغا فريند هات اين بيبي بيكمن شخيبن سي اين بغيف عن ايغا فريند وم ايه تسوغاتوليرن اذا صاحبتك اجاه الطفل وكتبيه لها رسالة تهنيه بالطفل فهو بيعطيك الخطوة الارتكال النقاط المهمة اللي لازم انت تكتب عنا مثلا اوشيغاتوليرن لازم تهنيه تهنيه كزونده ايه وان ايرن بيبي تطمن يعني صحاته وصحات الطفل وعدين وان كنن زي بيزوخن تسأليه امتا فيك بتزوخن اوشيغاتوليرن لازم تهنيه انو شو راح اجبلك معي هدية طبعا راح امشيها لخطوة بخطوة واخر شي راح احطلك الموضوع كاميرتان بسان عشان اشرحلك كيف تكتب الموضوع تبلش فيه طبعا بتبلش بليغاتوليرن اول بونكت واللي هي ببلش اول شي مثل معتاد ليبا هانا عزيزتي هانا اشكلاتوليغة دية متكروسا فخويندا وان فخويا ميش زير دستو اين شونسكن بيكمن هست وانا اكي بكل سرور وانا سعيد جدا لانا كيرو الزغط بالطفل الجميل زوفي لاغلوك ليش واند فوندفولات سايتين اللي جنفو دية هناك الكثير من وقات السعيدة والراية امامك واعدين بتروع على النقطة الثانية النقطة الثانية جزونت هايت فون ايه واند ايغم كنت جميعا على صحة كيث تمنى على صحة فاا اش ونش فونشة تس ايه ودم بابي جد تمنى أنتم كوني انتي وطفلك بخير متى sein ist اين ونده واند اس بس تيهبان سيهبال انتم كوني امن هذا شيء جميل و هذا افضل شيء ممكن يحدث معك oزدم كان متى شافتتين انزل ولاندي واند ايغم كنه مكيزين لكن أيضا يمكن أن تكون الأمومة وحدة ومعزولة عن البشر حتى ومعزولة عن الناس لكن أصدقائك دائما معك دنك إما داغان لا تنسى هذا دائما إذا تشتين نحن موجودون بعدين بتروح على النقطة الثالثة واللي هي وان كنن سي سي بزوخن متبلش لا إش مشتة تيش زي جانا بزوخن ومدس بابي زوزين ومدس بابي زوزين ومدس بابي زوزين تس إي بايدا جزون سايت كنتستو مي بتساكن وان إيش كومن كان بالضبط أود بشدة أن أزورك لرؤية الطفل وأرى وأرى أنكما بصحة جيدة هل يمكنك أن تخبريني متى يمكنني المجيء بتروح علينا على النقطة الأخيرة واللي هي الجشنك هنو بألمانيا حتو بيسألوا عن الجشنك وما تقول لأي شخص بسألوا شو لازمك عشان أجوبلك معايا لا يأخذوش أي شيء ما بيحتاجوش فالنقطة اللي ببعدة هي دانيبن بالإضافة لذالك بالإضافة لذالك مشتا إيش دانيبن مشتا إيش أخو بيسن واس إيش أخو بيسن واس إيش أخو بيسن أخو بيسن أخو بيسن بالإضافة لذالك أريد أن أسألوا ماذا يمكنني ما أستطيعني أحضرك هدية للطفل مشتا ستو ليبة أين كندرواجن كلايدون ودشبيلزوج هل تفضل حصول على عربة عربة الأطفال أو ملابس أو ألعاب سأنتظر ردك وأمل أن أسمع منك قريباً بعد أن تكتب الآخر شيء ليباً كروساً وتكتب الإسمك مثلاً أحمد والناخنامة مثلاً أحمد علي أو أي شيء تكتب الاسم لتكون أنت خالص من الموضوع الموضوع هلأ نعمل لك حتى هو هنحط لك يا آخر شيء جهزت لك يا كاملة موضوع كامل وفيه أكثر من 100 كلمة طبعاً من الموضوع البياينس بالامتحان مطلوب منك أنت 100 كلمة أنا هذا الموضوع أكثر من 100 كلمة عشان زنسيت أي إشي منه تكون تنجح بالامتحان بالكتابي وموضوع هذا كثير جيداً هذا الموضوع الذي أجب الامتحان وكتبته بتأقض عليه 100 كلمة درجة فرح هلأ أرجع لك يا مرة أخيرة بالألماني بس عشان إذا عم تدرب باللغة لسع جديد بتعرف كيف تلغط الكلمات بالضبط أ obوك أنت أقضي لك يا مقعيني وعجب أنت أعرف كيف تصوص جديد لكي ورأيت كثير من وغير الموضوع كيف لك أعجب أن أعطي لك لك أعطي أعمل كيف تكلمة لك بات أمأنه موت يكون إن شيء أعطي للسعر أن يكون هناك وشكراً أكثر كيف تكون هناك وتكون الموترة أعطي أيضاً كيف تكون موترة أعطي وغير لكن اعجب في تلك الواصل الهداف أن أردوك أي سأرد أريد أن يردت كأثيرا أنأنicatedون أيضا أيضا أبدا أريد أن أعطب أن أعطب أيديو هناك أعطب أن أعطب أيديو يجب أن أعطب الأعطب أريد لكitos خارجز اعطب أول أعطب شكراً أصدقائي للمتابعة ورح نزل إن شاء الله هلا فيديوها الثانية عن مواضيع مختلفة بحيث نتكون عندك تشكيلة كاملة من المواضيع للبي آنس تتحضر فيها للامتحان فيك تشوف على غناتاتي على اليوتيوب ورجاء التعليق على الفيديو وعطيني اقتراحاتك فيه شو في شي اللي ممكن أسوي أحسن من هيك إذا بدك شرح زيادة عن الموضوع إذا بدك مثلاً كلمات تركيبة الكلمات كيف اكتب لي بالتعليق تحت شو رأيك بالموضوع وشو عندك اقتراحات لحتى حسن من المحتوى عشان بحيث أنه بيناسبك أنت وشكراً للمشاهدة ولا تنسى وضع إعجاب شكراً لك أصدقائي